كعدتها منذ سنوات لا تفصح الولايات المتحدة عن العدد الدقيق للأسلحة النووية المنتشرة في أوروبا إلا أن تقارير عدة خرجت مؤخرا تبين أماكن وجود تلك الأسلحة وأعدادها البداية من ألمانيا حيث تنشر واشنطن في قاعدة بوشل الجوية غربية البلاد عشينا قنبلة نووية أمريكية من طراز بي 61 اس أما في بلجكا فكشف تقرير برلماني نشر عام 2019 وجود ما بين 10 إلى 20 سلاحا نوويا أمريكيا في قاعدة كلاين بروغل الجوية شمالية البلاد واشنطن تنشر أيضا تلسنتها النووية في هولندا حيث تشير مصادر إلى نشر أكثر من 20 قنبلة نووية من طراز بي 61 في قاعدة فولكل الجوية الولايات المتحدة تنشر كذلك سلحة نووية منذ حقبة الحرب الباردة في قاعدتي أفيانو وغيدي في إيطاليا وعددها يقدر بعشرين قنبلة نووية أما الدولة الأقرب جغرافيا لروسيا وهي تركيا فيوجد فيها حوالي خمسين قنبلة نووية أمريكية مخزنة في قاعدة إنجرليك جنوبية البلاد منذ الحرب الباردة مع الاتحاد السويتي وأمام تلك القنابلة الأمريكية التي يرى خبراء عسكريون بأنها قديمة وتحتاج إلى تحديث شرعة روسيا في نقل أسلحة نووية تكتيكية إلى حليفتها بلاروسيا الواقع على أبواب الاتحاد الأوربي وأمام هذا التحشيد النووي تتصاعد احتمالات اندلاع صراع نوويا في أوروبا لا يتمناه أحد فغياب الحل في أوكرانيا والتصاعد العسكري قد يعجلان بهذا السيناريو المروع